بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نكمل على الريث ونائي الأبعاد طبعاً هذا من المحاضرة السابقة اللي هو كولوم سامر هذا موضوع ما نبي نغطيه اليوم هني عندنا إشغال ثاني إن شاء الله عبد الرحمن كنت سألتني سؤال إن إذا أنا عندي أكثر من ملف موجودين بالفولدر إيش لون أنا ألودهم فأنا ممكن أقول طبعاً حياك الله عبد الرحمن معاي الله حياك يا أهلا اسمح لي أنا دشيت الموضوع عندما أرحب فيك يا أهلا فيك ولا يهمك حياك نبدأ string الرحيم حلو اسمها files إذا تحب تمام وأقدر مني أحط إسماء الملفات أنا عارفهم 01.txt عندي واحد ثاني 02.txt و 03.txt مثلاً لو فرضنا هذه الملفات فتقدر إنك تروح تعطيهني لوب وتأخذ الكود هذا تحطيه داخل لوب إن شاء الله shift tab وحلو تحط لنا سطر هني بالشكل هذا عشان يفصلهم إن شاء الله تمام فإذا أنا نفذت الكود لاحظ أنا هني لازم أشيل وحط شنو اسم الأريل لفوق معي الخط واضح أبد الرحمن معك كبره شوي ووو فأنا أقدر أقول لها files أخذ نسخة وحطها هنا بدال اسم الملف وحط a file طبعاً load data كنا كتبناها المحاضرة إطافة بشذي أنا لو أني أنفذ بس بالشكل هذا ستشوف معي الآتويت تحت طبعاً الملفات كل ملف بروح ومن كل ملف بلود خمسة صفوف معي خمسة أسطر أوكي وعشان يكون ملفات معانا على الخط هالا ملف رقم واحد واحد اتنين ثلاثة أربعة خمس تبي سبعة هم كلهم حق أسابيع طبعاً كانوا فهم كنت قل له 7 هني سبع أسطر وهذا ملف الثاني وأشوف هذا قصير ما في ويد في الصف الأول وهذا الثالث اللي هو على شكل يعني صح تمام ننفذها الحين تلاحظ معي هذا الآتويت بالضبط حق السبعة أيام لسبوع الأول هذا هذا ملف 0-1 هذا ملف 0-2 هذا ملف 0-3 أما أنك تحصل على الملف ملفات هذه سحبة واحدة اسمائها فهذا نتركه حق مادة مرئية اثنين وفي فيديوهات تتعامل شون سوي لستنق وغيرها ولكن حلو دكتور نعم حضر الطافة أخذنا ملف يير مثلاً يير في 365 أريق مثلاً نعم ما الذي تحط هنا هنا هل تفضل تحط هنا لأنه فيه هذا ون يير شوف هذا ون يير حلو تذيه سيقرأ 7 7 ديس بس حالة 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 غيرة إذا حطيتها بالاسم يعني أنا بحطها لك تذيه معاي تذيه لأخير راح يكون ون يير عرف أول أسبوع في ون يير شايف هذا ملف الأول الثاني هذا 0-3 وهذا ون يير أول أسبوع منه حلو حلو تمام فهذا موضوع جانبي يعني إذا أحد يري يشوف هذا الشغل أنا الحقيقي بنتطلق على موضوع آخر شوي تمام آآ نبي نلوض الملفات هذه شوف load data ترد لنا شنو array 2danish array double صحيح؟ خلنا نروح نكتشوفها مرة ثانية كلمنا عنها عدل وكتبناها في المحاضرة وإطافة بس كمراجعة بسيطة طبعا الآن خلاص ما نبي هذا بالكامل خلنا على ونيير إذا تحب اللي يتبيه ونترك المثال اللي تكلمنا عنه هذا اللي هو شون أكثر من ملف مرة واحدة في لوب وما في داعي حق اللي أصلا ما في لوب عدل لأنه ملف واحد وهذا السطرين اللي معانه هذا العاشف بالتحت هذا أسبوع من أول سنة على العمور نروح على load data طالع معي load data load data هذي اللي احنا كتبناها ولو تطالعوا داخلها أنه في شيء يسمى 2 double array شايفها؟ ماشي أنا باخذ هذي صراحة باخذ منها النسخة وبيبها وين؟ هني في منطقة العمل أوكي هذا يطلب منك تسوي import حق فايل وسكانر قولها أوكي سيسوي لهم import هني خلاص أما هذي شايفها هذي اللي تقرأ سطر واحد في أكثر من الرقم تفصلهم شايفها؟ طاهي طاهي جدا معينك تقرأ سطر تاخذ سطر كامل تفصل على أساس المسافة و تسوي array of doubles و تسوي loop parse parse double صحيح؟ حتى هذي صحيح أنا أحتاجها لأنه سطر سطر نحن نشتغل أحتاج أحطها هنا معي لأنني أنا بخاطر الآن بصراحة أشتغل على array integers anything اتفك حسنا نحن لأنه نفرض بيانات هذه بيانات أخرى ليس بيانات مالذي نحن لأنه مثلا نحن لأن درجات حرارة مات أيام الأسبوع ما عرف إيش رطوبة في كل دقيقة مالذي أهم آعمار مثلا نحن لأنه إنت مضبوط نزيل لكن هنا إنت 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 عادل صح إنتجر .parse إنت وليس parse double موجودة طبعا في إنتجر بشذي هذي صارت اسمها جميل جدا نبيهني لود ديتا هذي وفي مشكلة عندنا بلود ديتا بصراحة يعني إذا لود ديتا هني بتقول إن بترد إنتجر إرية خلنا معشي معها خلنا معشي معها لود ديتا تاخذ الملف و كم سطر تبي و أمورنا حلوة وترد لك إرريشن و إنتجر إنتجر حسنا هذا يطلب منك السطر هذا سكانر ما في أي تعديل على النوع لكن هذا يطلب تغيير عادل؟ صح وهني إنت أمور حلوة بعدين الديتا أوه اسمه ديتا مضبوط أها لأ أنت تنادي منه حالي لإنتجر صلت والباجر سيذهب معك إن شاء الله الآن أستخدم المثل هذي طبعاً وين موجودة؟ موجودة بنفس الكلاس صح؟ صح اسم هلو الديتا ستعطيني إنتجر إرية موجودة بنفس الكلاس صح 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 هو أنه يعني provenتع أفع صف صح 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 لأني عندي قد تجشعر من أفع صح ويشتغل إن شاء الله طبعاً اسم الملف اختلف الحين عادها. ايه. الملف صار اسمه شنو؟ OneYearEnt. كذي اسمه. حلو؟ بناخذ seven days مننا. ولاحظ ما قال نادي methods من اماكن ثانية. قال نادي المثلس اللي عندنا في كلاسنا اللي احنا فيه. يعني ما فيه. هني يقول myarrays.load. لا. على طول. صحيح. واحنا نلود الحين الانتجاز ان شاء الله و تشوف معاي. نشوف. حلوين تذيك اه. حلو. ان شاء الله مور حلوة. ممتاز. seven بعد شغال. عندها بتقول لهم مثلاً five. شغال. طي. الحين طبعاً لازم ارحل الشباب هذي لوين. على. myarrays. هذي راح نسخها. two-int array. x. واروحني. معاي. سكرهم كلهم. اه. عندنا هيد. print. f. هذي two-int array. حط فوقها. وصلت. 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 حين عشان تناديها. مضطر تقول لهني شنو. مايarrays. هذي هذي شايفة. عندها مشكلة هني. عدل. لان ايه اللي تنادي. اللي كانت قاعدة معاها هني. لازم تنسخها هذي هناك. مضبوب. صح. اذا اذا نسختها. ورحت فيها هناك. فيه. اللي ماهو. دابل. انسى ان احنا لودي ديتا ماهو. ماهو. ماهو انتجر. انتجر. سيقول لك فيه مشكلة. شنو المشكلة. قانون الاوبرلودي. فاذا ما كنا ثبتنا هذا. احنا نثبت الحين معا ثانيا بالمثوات. اذا انطبق الاسم. لازم فيه اختلاف. ولو ترتيب فيه انواع البرامتر. انت تقول المختلف الريتيرن تايب. هذا لا يكفي. لا يكفي. شوف هذا دابل وهذا انتجر. هذا ما يكفي. فهمتني. سيقولك لا هذين المطابقين بالسيجنيتشر. اللي هو في اسم المثل. مطابقين. دائما الريتيرن تايب لا تعتبر جزء. من عملية الاوبرلودن. فهني انا عشان احل المشكلة بصراحة. لود وحكتب معها انت. ديتا. فصار الاسم مختلف بين هذي وهذي. فالحين طلعنا من سالفة الاوبرلودن. ما في مشكلة عاجل. فهمتني عبد الرحمن. فهمتني. يعني. اذا طابق الاسم. وترتيب البرامتر وانواعها. لا. هنا ما هو اوبرلودن. هذا ما ينفع. الاوبرلودن. لازم في اختلاف ولو في واحد بذلك كله. بتقولي الريتيرن تايب مختلف. هذا لا يكفي. اوكي. تمام كذي. فالحين صار المثل شنو اسمها. لود انت ديتا. انزيل. هذي تنادي. تو انتجر اري. و تو انتجر اري. موجودة بنفس الكلاس. فما في داع تكتب ماي اريز. داخل. فخلط شغال هذي. اصر. انزيل. السال فصير وين الحين. انكتبي هذا الاسم. تروح هني. ولازم تقول له هني شنو. ماي اريز. دوت. لود انتجر ديتا. وصلت. صالت. فاليوم احنا غطينا فكرة بالاوبرلودن. عشان. فكرة اوبرلودن. لانا. المثد والاوبرلودن. ما لهم. تكلمنا عنها في المحاضرات في الكلاس. لما كنا. عادل. صحيح. اذا الله وفجنا ان شاء الله. نبي نعيدهم على الفيديو. نعيد ان شاء الله في المستقبل. لكن حاليا. احنا ملتزين بالمنهج اللي عندنا. نبي نخالصه. تمام. في هذه الحالة. ما تبي فايل. ولا تبي سكانر. لانا وديت. لود انت. وين وديتها. الاريس. مياريس. في مياريس. فهناك معرف وخالص. نفذ. هذا هو شغال وكل شيء تمام. عسى واضحة تشري. واضح. حلو. مداخلة بسيطة كانت من عندك عبدالرحمن انه. زي ذا انا بحفظ البيانات هذه في تكس فايل. فهذا الموضوع انا قلت انه غح يكون. ان شاء الله في مادة مري اثنين. المادة اللي وراه. وفيديوهات موجودة في الموقع. مادتنا هذه. احنا فقط ما نبي. ما نبي. مثل ما قلت انا في السابق. تمام. ما نبي نكتب. الكود ما لنا شيء مثل تذي شايف. ما بيحط شيء تذي هني بالمين. يعني وين الكود عين. وين اكتب الكود اذا ديته جدام عيني. فاهمني. فعشان تذي رحت على الاسكانر عشان الوج بسهولة بس. هالفكرة. وفتح لنا باب التكس فايز والامور هاد. تمام تذي. تمام تذي. ماش. نبي نروح الهين. ان شاء الله على موضوع محاضرة اليوم. وهو سواب. سواب. يعني شايفة ذي له الريس. شايفة ذي له. ايه. ودك الصف رقم واحد. تبدله مع الصف مثل رقم. خمسة. مثل. فاهمني. تبديل الصف. كان صف. صف بالكامل. فاهمت. حلو شذي. ايه. فخلك معي الحين. من صراحة اشرح لك اياها. عالورق افضل. تمام. اوكي. فنصعد عالورق. ان شاء الله. الشاشة عندك. ايه نعم. نشوف غلمنا هذا اذا يكتب زين ان شاء الله. معي عبدوحمن. هذا الري. خلنا نفرض انه. مثل ما تقول مستطيل مرتب. يعني ما في رو اطول من روها. كل الروز نفس الطول مثلا. بس يعني كفكرة يعني. اوكي. حلو. كيفية جديدة. اذا هذا الميرالمrivس اكلها السابقة, كلها اسمها اكس. تمام. فهذا الصف puff okay اسمه هذا الصف. هذا الصف اسمه اكس. اكس. امثل. وهذا اكس. آجة wysامنين. وهذا اكس. مضبوط. مضبوط. حلو. اللي بنسويه بالضبط. بصراح. شي اللي راح يصير. إذا أنا قلت. إذا أنا قلت بالكود عندي. x of 0. تساوي x of 2. هذا السؤال. اللي راح يصير. ان هذا بدأ ما يقشر هني. راح يقشر وين. هني. صح. خلا نشوف التطبيق. ماشي. خليك معي. التطبيق. معك شاشة. معي. حلو. احقول للحين. هو اسمه دايز. لا اسمه اكس. اوكي. حلو تلي. كاهو هذا اكس. جدا مكشوف عينك. اوكي. وهذا خط فاصل حق المصفوفة. وصعد بعد فوق. احان. المو حلوة. شوف الحين. ليش بقول. بقول لها. x of 0. تساوي. خلنا نقول. x of 1. هذا واحد. وهذا x of 0. صلت. اوكي. اه بعدين. اللي خلصنا. خلت بحملك. شوف المصفوفة. شوف المصفوفة. شوف المصفوفة. شوف المصفوفة. رجاء balances رجاء الا مشكلة هنا ايه طبعا ماهلنا نفعل تقوم بك ودعلم معي وأخذك على الشاشة معي عبد الرحمن م sorcer لا نبدل هذا مكان هذا هذا ينزل هنا وهذا يصعد فوق صعلت عملية سواب سواب وانت شفته معاي في فرز الاري مثلا فادت نوايد صح فالحان ودنا نبدل لا صف مكان صف يعني اليوم الاخير نودي مكان اليوم الاول وانت رايح طيب الشاشة عندك الحين ان شاء الله معاي اينا اينا فاللي بسوي الحين بصراحة بسوي حركة ثانية وهي نفس فكرة تسواب اصلا تمام يعني اوكي خلنا مرة ثانية على الرسم يلا خلك معاي على الرسم شوف اللي بسوي بصراحة اني بطل بسوي باريابل اسمه t نوعه الر هذا مثلا كله انتجر الر عدل هذا كلهم انتجر بسوي انتجر الر اسمه t بقوم بخلي t اشر وين x of 0 ياشر وين ياشرون هذا ياشر عرفشان بعدين ايش بيصير هاي اول خطوة خطوة ثانية x of 0 راح تأشر مكان x of 1 هاي خطوة ثانية اوكي الخطوة الثالثة تمام راح تكون انه x of 1 بتأشر مكان الت t t هذا السواب اللي سويناه كان على فاريابل الحن على مستوى الرئيس وصلت 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 شوفها معي الحن نروح ماهني ونقل انتجر انتجر الرئي t راح يفاول x of 0 بعدين نكتب على x of 0 نخلي x of 0 تأشر مكان x of 1 والحين x of 1 يأشر على t ناس فكرة الاسواب السابقة ولكن على مستوى الرئيس شوف لي للاوتوت شوف للاوتوت شي قول هذا الصف تغير صار تحت وهذا الصف صار فوق فما في داعي تبدل واحد مكان الثاني لا انت بتبدل رو مكان رو تنزل واحد مكان الثاني حلو تمام فالحين الحركة حلوة نسويها مثل تمام نسميها swap وخلها تاخذ انتجر الرئيس مع x وانت بتقول لي انتجر رو واحد وانتجر رو رو اثنين منو منو تبي تبدل اوكي اوكي تاخذ الكود هذا بالكامل توقف هنا وانتجر الرئيس الصف صف صفر صفر مع الصف رقمة 2 وشوف لها على الرئيس بس اي على الرئي بالضبط حلو احنا ترى تبدل اماكنهم يعني شوف نيني هذه اكس تكلودت وانطبعت بعد انسوينا الحركة وانطبعنا متغيرين في الاماكن حلو احنا واضحة كذي واضح وايض حلو اللي صار نحن ما نسخنا خلية خلية في مجال طبعا ننسخ خلية خلية شون يعني يعني اني اقول له هذه القطعة نسخه مكان هذه القطعة بعدين هذا القطعة مكان هذا القطعة شذي يعني عارف اللي هو بس انت على مستوى الرئيس تقوم بالعمل يا هذا انت قد تسوي تبديل اماكن فما في داعي انك تنسخ قيام في الأرية يعني نقوم مباشرة العملية يعني نشيل هذا المؤشر مال هذا حطه هنا مؤشر هذاك حطه هنا وخلصنا فالسواب وايد أسهل على مستوى الصفوف في الأرية تمام؟ أنا هنا بس أقول لك أن لحظة شوي سامي يا عبدالحمن أي نعم أنت هنا تقدر تقوم عاد بعملية ثانية اللي هو سواب هذي نقدر نسميه سواب رو روز اللي هو صفوف وانت تقدر بعدين تسوي بروحك إن شاء الله كتدريب لك سواب كولومز معي كولومز عمده يعني بك هاي العامود ها شري هذا اللي هني شري شري ها شري ها بدل لي مع هذا العامود إذا تحب طبعا الشرط في الموضوع أن مايك مثلا الرية هني ما عنده شي شايف اه 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 وحسن مشاكل لنك تنقل النل وتروح تي فيها شري معاي هذا يطلب من عندك أن يكون الرية مالك شنو مستطيل كاما متساوي متساوي اه 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 بارك الله فيك متساوي حلو وانا الحين صراحة بسوي بشوف لك الرية يكون متساوي جهز لك إن شاء الله بس بعد ناخذ بريك بسيط إذا نبي انا له لي اموري حلوة بس كمفهوم إن شاء الله وصل الاسواب لا واصل حلو انا وقف التسجيل عشان ناخذ بريك وبعدها ندش في الموضوع الثاني واجهز لك التكس فايل إن شاء الله نوقف التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله عبد الرحمن الله يحيب لابنروح الهين نشتغل على موضوع آخر تمام يسمونها ترانسفوز شون ترانسفوز أنا حين أشرح لك إن شاء الله على الورق وانت تفهمني يعني إذا أنا عندي مصفوفة تمام هذه مصفوفة حلو وفيها أرقام خانة خانتين ثلاثة أربعة خمسة الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نمانية تسعة عشرة دعش 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 خمس دعش حلو هذه هذه يسمها X أنا بصراحة أبيها تصير طبعا هذه نسميها مستطيلة ركتانجلور ميتركس أو نقول مستطيلة حلو العادة الميتركس T مستطيلة بس نحن يصير بجابة أن الرأي ما يكون نهاية صحيحة يعني ممكن يكون هذا طوال هذا حدل صحيح ثمانية تسعة عشر وصلت دعش ما صر vertical ما صر horizontal صر vertical أيوة transpose نسمونا ونقول له أنه تحول الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف حلو يعني هي هني كم قياسة هي قياسة هني ثلاثة في خمسة صح صح ثلاثة في خمسة هذي صر شنو خمسة في ثلاثة تمام فهذه العملية اسمها transpose حلو واللي هي تحويل الصفوف إلى أعمدة والأعمدة صفوف واضح المطلوبة الحين واضح تمام احنا نحلل الطريقة يعني ولا أبسط مباشرة نقول عنها إن شاء الله فخلك معاي بالنتميز والموضوع هذا أوكي هذه swap rose بصراحة بأخذها بأديها تنفعنا واحد يصغير حلو أوكي كاهو بسيط يعني لا نطيع وقت بالطباعة وتقدر ترعفك وانت تطبع الميتركس سويه بالشكل هذا عشان تشوف تشوف حلوة نرتبها لنقل اسمها A وهذه A خلينا نطبعها لا شوف تشوف ممرتبة نقدر رتبها الحين أعطيها شوف print هذه هذه صجعة بسوي printf صراحة يعني ها أوكي هذه printf وprintf انت عارفها معي بنحط percentage طبعا percentage شوف d حق الانتجر أوكي وخلنا نقول رقم ثلاثة مثل أوكي بس هذا اللي أنا سويت فبرجع الكود هنا وبقول printf شاك بترتيب اي هلو هذا ماهو double عشان تحط لحرف f في printf هذا printf هذا d وثلاثة حق spacing نضبط الأمور أكثر إن شاء الله حلو 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 فأنا ردها إذا تحب 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 أفضل حق لي يشوف لكن تعارف الحين شون المطلوب عندنا المطلوب نحن نسوي طبعا ميتريكس أو مصفوفة أخرى إنتجر ر b عدل صح صح وكلا الأولى اسمها a هذه b هذه ترانسبوز اللي هي الصفوفة عمدة والأعمدة صفوفة بنسوي لها new إنتجر تعتقد كم الطول وكم العرض وكم رو وكم عمود عشان تكون بسيطين هني خلك معاي دامنها مستطيلة وأخذك هني أنا شوف خلك معاي خلك معاي دقيقة دامنها مستطيلة فأي واحد فيهم هذيلة أي واحد طولة يساوي طول الثاني نفس الطول ساي فواحد فيهم يكفي أن يعرف كم عدد العمدة واحد فيهم أي واحد يعني تقول لي x-0 dot length أو x-f1 أو x-f2 كلهم بيعطوني نفس اللنغف ما اختلفنا عدل صحيح فهذا راح يكون عدد الصفوف هنا كم صف عدل صحيح تمام فالموضوع إن شاء الله يكون مباشر فبقول لي بصراحة أي واحد فيهم a-of-0 dot length يكفي هذا عدد العمدة صار عدد الصفوف عدد الصفوف a-dot length كم صف أصلا في a هذا صار عدد العمدة فانعكسه وصالت معاك إن شاء الله وصالت طبعا هذا 2 dimensional ray واضحة واضحة حول الحين بننقلهم واحد واحد تمر الرد بعد على الرسم الرسم هو أفضل شيء في الموضوع هذا بصراحة أخلك على الرسم معي العنصر هذا 0 العنصر هذا 0 العنصر هذا 0 1 عدل صحي صار هنا العنصر هذا 1 0 صح العنصر هذا 0 2 صار هنا 2 0 2 0 العنصر هذا 0 3 صار هنا 3 0 0 0 0 4 4 0 4 0 أمرك حلوة ممتاز طيب هاي سهلة نحن نشويها خليك معي أمور طيبة تذي ممتاز خليك دقيقة هذا هو منيمايز ستحت تديري شاشة أوكي فبقوله بصراحة بي أوف صفر طبعا خلنا تذي زين يساوي اي 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 اوكي كذب اعتقد هالا المطلوبة الحين بس كاي مكرر صحي هالو فالحين ما نقول له ان اي صفر صفر تساوي بي صفر صفر طيب اي سفر واحد وحصير بي واحد صفر وصلت أوكي حلو ما لدعي هذا الصراحة وشوف هذا معي الأي صفر أثنين صفر أثنين بي أثنين سفر الأي صفر ثلاثة صفر بي ثلاثة سفر أربعة أربعة سفر عبدالرحمة ما تختصر لي هذا والله يقول فور آي فور لوب فور آي بتبديلي طبعا بطول البي مثل حلو لأنا راح تمشي انت من صفر لأي خمسة صح من صفر لأي أربعة اللي هو خمسة وايض حلو أخذ لي واحد من هذيلة أي واحد فيه حلو وبتقول له هني شنو آي آي هني والآي هني شايفون مكانها لأن هذا الذي يتغير لي مني اللي هي الصوب واللي هي الصوب يعني لا مفر من أنك تحاول تفهمها بالورقة والقلم مثل ما أنا سويت أول شيء فالحين هذا ما لحاجة وصلت وصلت نبي نسوي الهين الرو الثاني ها الرو الأول شايفة وكا حطيته لك هني بسطر واحد ينقلك الرو يسوي عمود الرو الأول يسوي عمود لأول صح صح الهين لو ردينا مرة ثانية وخلنا نروح بعد وين على رفجنا اللي هني في الشاشة في الرسم يلا نشتغل الهين على الرو الثاني هذا هذا رقمة كم واحد صفر صار هنا صفر واحد هذا واحد صار هنا واحد 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 اثنين اثنين واحد واحد ثلاثة ثلاثة واحد واحد أربعة أربعة واحد وصلت وصلت تمام شوف معاي بس دقيقة واحدة خلك معاي حلو تمام معنى الكلام ان صفر واحد شوفاني هذا كان عفوا الصف الاول اللي هو اغم ستة كان واحد صفر صار صفر بالبي صار صفر واحد والأ واحد واحد شايف واحد واحد ستصير هنا واحد 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 اثنين صفة العنصر الثاني في الصف العنصر الثالث في الصف الثاني يعني شذي يعني لو نبدأ من الصفر انتفاهمني هنا اي شاء الله فاني هتلاحظ انه شي قاي يصير شوفها اللي قاي تغير هني قاي تغير هني نزيل هل انا اقدر اكلب هذا بفورلوب روحه لاحظ ثابت بدال صفر صار واحد بس صح فهذا معناه انه لو تسوي تشذي شوف بتسوي هذا واحد بتسوي هذا واحد بتكون نسخت الصف الثاني صح وصلت صح نفس الكلام وحصير معك عشان تنسخ الصف الثاني اللي هو صفر واحد اثنين الصف الثاني يعتبر شوي ها لانه في صف صفر صف واحد صف اثنين هالصف اثنين وحصير معك بالطريقة هذي شوف هالعلقة تفهمتني تفهمتك وهذا معناه انك هني لو تسوي تشذي بتحط لي الرقم اثنين خلص فالحان خلي اسكر هذا حمسحة مسجب الفيديو عندك ترجع لما تمنى ان شاء الله اوك واغول له print a print b وطالع out معي وبينهم بين بعض احطلك سطر عشان تشوف الفاصل ها ان شاء الله مضبوط مضبوط صح تري لكن في اختصار هلأ ايه انا هذا اللي بيقولك يعني بدأ الله اسوي الحين هذي ليش ما احط مثلا for loop k مثلا وحطهم شاسمه اخذ واحدة منهم احطة بدل k بس بين الله هيك الحين هذا انطر مشاركتك دايما بارك الله فيك عبد الرحمن for hi ويقول k حلو واخذ واحدة فيهم من هذي له وحطه داخل هني وقول شنو بدال zero رح يصير k وخلصنا ان شاء الله مضبوط شدي مضبوط عندنا مشكلة k من صفر الى a لان انا بيها من صفر واحد واثنين بيس فلازم a يكون موجودة هني اما اللو بالداخل يفعل b خمسة نبي اوكي نفذ امرك حلوة ممتاز هذا كلام يبي لأ تست يبي لأ اختبار يعني المفروض بصراحة كمل صح تري صح 16 17 18 18 19 20 ونفذ نشوف ومراحل واحد ممتاز تمام وزيدة زيدة مثلا هني خلى الرقم هني مثلا زيد مثلا قول خمسة زيادة او واحد مثلا وهني اثنين بس شرط يكون مستطيل ها عبد الرحمن اي اربعة وني ثلاثة مثلا حلو يعني صارت ستة حلو ما شاء الله الكود ماشي تمام لاحظ قلبهم لك صح حلو حلو طيب هذي كنز هذي المثل شايفة الصغيرة هل اللوب هذا اي هذا كنز لنسوي مثل صح صح اوكي سو public static void main نقول عنا transpose اوكي وانه رح تاخذ الر وعلى فكرة انت سويت الحركة هذي انت ممكن في النهاية تمسح الا وتحط بدالها بي متين لا تحب بس احنا رح نرد لك المثل هذي وانت تاخذها على راحتك ان شاء الله وهي تاخذ اي وان شاء الله ترد لنا البي فهذي هذا الكود ان شاء الله وطبعا انت بتعرف لنا بي فوق لا تنسى اوكي ورتير بي عدل صح صح واني اه بعد ما تبي تبي تقول له هني شنو تبي تستقبل الراجع كمان تعرف variable بي يساوي اه ترانسبوز كلمة ما فيها capital اوكي ترانسبوز وتعطي اي وبشذي ان شاء الله بس بي نشوف ليش عطانا ارور ترانسبوز مانا ما حطت بي دكتور والبي راجعة بي واحد تكون راجعة اي تحت ما حطيت بي انا اسف ايوه ايوه بارك الله فيك ايوه بس بالتعريف نعم حلو تذي عبد الرحمن و سيعطينا نفس الـ output ان شاء الله مثلا ما انت شايف معي حلو تذي عبد الرحمن مبتاز اه بتذي انا يعني خلقوا لشي بالنسبة حق الـ الرئيس احنا ما ندرس هني شي اسمه data structure خلنحول هني واشرح الورق عشان في عندنا ناس حكوم مستمعين ان شاء الله online تمام و متوقعين اكثر من شدي تمام خلنقول شي بالشرح اللي صار معنا نادي وورقه بعد شوية تلفانة نبدلها والله كلها تلفان بس يالله امورنا طيبة اوكي احنا ما شرحنا الـ الرئيس يعني هذا مثلا مفهوم الرئيس هذا المفهوم بالكامل اللي ودي انك انت تكون فاهمة ولكن اللي احنا غطيناه حاليا في عالم الرئيس احتمال يكون شدي هذا الجزء بعدين رح ناخذ مثلا تمام ناخذ مبدأ اللي هو object وهذا مبدأ ثاني واحتمال نغطي فيه الكثير بعد بالمادة هذه عدل لما نخلص المبدأ هذا بنرد هنا عشان نغطي object رئيس مثلا فاهمني نفس الكلام هذا يعني في كلام ما انا object رئيس ما شرحته في المجموعة فليهني يعتبر كافي في مادة نقول عنها مادة متقدمة ولكن راح ارجع لبعدين لما خلص الـ object عشان يكون مثلا تقول اثارة اكثر شون استخدم الـ الرئيس معي object شيء جميل جدا معي و كذلك انت شفت مثلا لما تكلمنا عن string صح صح تكلمنا في الكلية طبعا الكلام هذا ونشوف إذا نسجل فيديوهات مرة ثانية كنا غطينا في جزئيات معينة لكن ما عطينا امر split عدل ليش لان split split يرد فما عطينا split ماذا متى عطينا split لما عطينا عرائز على طول رح نعطينا split فعلشان انا خلص لك string هذا بالكامل احتاج اخلص المواد كلها تقريبا ما هو الكامل الجزء اللي احنا نتوقع في مواد نا كذلك الرائز رح نبني فيها ونحنا نمشي بالمواد وبالمنهج حتى اليوم شفتني وانا اتكلم عن المثل سعدل اليوم شفتني اتكلم معك عن المثل صح تمام احنا كنا شرحنا المثل مثلا شرحنا الكثر من المفهوم المثل الـ تكلم عنه اليوم وضحت لك ان الـ مشكلة بيينت معانا ان لا يعتبر جزء من الـ عرفت اي لون و كذلك المبادئ تبنى ونحنا نمشي هنا نزيد 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 فهذا الكلام اللي قاعد اقول ان شاء الله وان شاء الله يكون واضح معك عبد الرحمن واضح كمان فان المحاضر الياي راح تكون تجارب على 2DRA اكثر اذا عندكم لكن احنا ما نغطي ما نغطي شيء اسمه Data Structure Data Structure هذا ما نغطي في موادنا اللهم نلمسه شفتنا نسوي Sort فرز تصاعدي تنازلي ان شاء الله بسيطة لكن عالم Data Structure ضخامته انا ما نغطي في مواد اللي بالكلية عندنا نعم عندي مادة مشروع في شوية عن الCollections تغطية بسيطة ان شاء الله لكن احنا هنا ما نغطي Data Structure بطريقتها اللي تدرس في الجامعات اللهم استخدام مباشر للرace تمامتي يا عبد الرحمن ممتاز في سؤال هنا والله عندي سؤال دكتور بس لو نتبين الشاشة بس ماشي انا برجع بعد ملاحظة عندي استخدام الكلاص اللي اسمه Erase في كلاس اسمه Erase ان شاء الله المحظة اللي اي بستخدمه بس ما بيك تستعمل بمادتنا حق المادة اللي عقفها ان شاء الله خلاص وارجع معك عبد الرحمن اذا عندك سؤال هنا ان شاء الله هذا أنا معك عن نتبينز ايوه سؤالك حلو الحين أنا عندي المستطيل الميتريكس هذي كاملة ويعني مطبوطة نعم شون اذا يعني مثلا رقم ناقص او مثلا af zero مثلا ناقص رقم يعني يعني خلنقول my perfect chedi مثلا اي هذي ما تمشي ترانسبوز المفروض هنا بالف statement عبد الرحمن هنا اول ما تي ها تمام تسوي f statement ها f حلو 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 لازم تفحص ان كل الروز نفس الطول حلو 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 مالوط منو مالوط a يعني كمية العمدة ب a يعني شوف تسوي فورلوب معلش اتسوي فورلوب صغير حلو 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 مصفوفة مصفوفة صح صح حلو حلو المفروض شوف معي تحط لك بوليان هنا the same the same link ok يساوي true احنا فارضين تري معي هن كلهم نفس الطول فاهمني عبدالرحمن هنديش باللو ونشوف واحد واحد f حلو a خلنا نقول اوه شي تاخذ هلك معي انتجر lin يساوي a of صفر حلو حلو dot link هذا انت خريت الطول مع الاول صفة هذه شايفه حلو حلو احنا if a if lin a of وخليك ابدأ من وين بعد لا تبدأ من صفر ولا تبدأ من صفر عادي خليه يبدأ من صفر if lin not equal لا تساوي a of i dot length يعني وحت على الاول يساوي الثاني يساوي الرابع ما يساوي اهلي لعطق break وقبل break غير لي الفلاق اللي فوق عرف شون سوى false لا هذي لا واحد مو نفس طول الثاني عرف الان صار false عت تكفر لي هذا الكود كله 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 حسنا على الفلاق هذا فهني if the same شوف معي مع رتير نه عبد أحمن شري اوكي اوكي شري else return null حل فهذه المثل ستشتغل معاك ان شاء الله اذا الاطوال كلها من طبقة يعني هذا طولة اول واحد والثاني والثالث كله نفسه اطوال اي واحد طولة مو مطبوط بتردلك null حلو حلو عليها عشان بنسوي اختبار احنا الحين احنا 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 فهمني اي else تطبعلي null matrix احنا البرنت الحين بفاهمة شغلها اله حلو حلو احنا 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 الاطوال متشابه ولا لا الهم متشابه شوف الهم متشابه الهم متشابه اي صح فشوف التنفيذ معاي وانتمرتاح كاف عدل مو عدل صح واحد فيهم طولة مختلف عن الثاني شهر شعطك نال matrix بس ممتاز هذا الكود ممتاز يعني هذا الكود اللي احنا كنا كاتبين قبل لكن هذا الكود اللي يفحص خذ طول اول واحد فيهم ويفترض ان كلهم طوالهم نفس الطول نفس كمية العمدة يقوم يسوي لو يفحص الطول اللي خذها اول مرة اللي هو كم ستة ستة ارقام ويشوف طول الاولي معاه يقول له ستة تساوي ستة خلص طوف اللي ان يطيح في واحد طولة لا يساوي طول اول واحد اوكي هني يقولك لحظة هوب 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 يقولك false the same length false مو صحيح الكلام هذا اللي فرضناه والشي وبريك وقف وقفنا الحين هذا صار false بس بتروح وين ترجع لنال ميتركس ما تقوم بعملية التحوي اوكي حلو حلو وصلت الفكرة وصلت حلو يا عبد الاحما فيه سئلة بس حاصل شوفك شوفك ان شاء الله المحاضرة الياية اوقف تسجيل يعطيكم العافية يا شباب اونلاين